حضر وزير الخارجية الأوكراني اجتماعات النيتو وطالب بتسريع إيصال الأسلحة إلى كييف قبل فوات الأوان على حد وصفه مشددا على حاجة أوكرانيا لطائرات عسكرية وأنظمة دفاع جوي على الحلفاء التحرك بشكل عاجل عليهم عدم إخبارنا بأنهم لا يزالون يبحثون مسألة إمدادنا بمساعدات عسكرية وكيفية إرسالها عليكم أن تساعدون خلال أيام وليس أسابيع افعلوا ذلك قبل فوات الأوان إذا تأخرتم عن إرسال إمدادات عسكرية سيموت العديد من المدنيين الأبرياء سارع النيتو إلى التأكيد على أنه سيزود كييف بأسلحة سوفيتية وأخرى حديثة لم يكشف عن تفاصيلها يقوم أعضاء الناتو بالكثير لمساعدة أوكرانيا وعازمون على القيام بالمزيد الآن وعلى المدى البعيد لمساعدة الأوكرانيين الشجعان على الدفاع عن أنفسهم وبلدهم وصد القوات الغازية ناقشنا ما الذي سنفعله بما في ذلك المساعدة في التصدي للهجمات الإلكترونية وتقديم المعدات لمساعدة الأوكرانيين على حماية أنفسهم ضد الهجمات الكيميائية والبيولوجية اجتماعات النيتو شملت أيضا دولا حليفة كأستراليا واليابان وكلا من السويد وفنلندا التي انتقدمت بطلب عضوية للنيتو إضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي تحدث عن زيارة قريبة إلى كييف وعن إمكانية أن يعلن من هناك عن حزمة عقوبات جديدة على روسيا أمل أن تتم الموافقة الهائية على الحزمة الخامسة من العقوبات من قبل السفراء وإقرارها من مجلس الشؤون الخارجية وأتمنى أن أعلن عن هذه العقوبات عند زيارة لكييف مقر النيتو احتضن أيضا اجتماعا للدول السبع ذات الاقتصادات الأكبر عالميا والتي بحثت عقوبات إضافية على موسكو وحلولا لتخفيف ارتدادات العقوبات الغربية على أوروبا حضور وزير الخارجية الأوكراني لاجتماعات النيتو وتلويح بوريل بعقوبات جديدة على روسيا قد يعلن عنها من كييف هي مؤشرات عن مستوى جديد من الدعم الغربي لأوكرانيا في حرب يقول الأوروبيون إنها ستدوم طويلة عز غريب اسكانيوز عربية بروكسل